موسيقى 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 النهاردة لسم كامل يوم مع بعض من خلال كتاب المواصر زي ما احنا متفقين للصفة الثالث اللي ابتدائي فورستر النهاردة في يونت 1 انا مش هشرح يونت 1 لان انا قررت شرحتها وهتلاقوا الشرح بتاعها موجود عندي على اليوتيوب انا نهاردة هتكلم على جزء مهم جدا لقيته في يونت 1 المواصر خطه بشكل لطيف جدا وهو البانكت ويشن مارك وهي علامات الترقيم كتير جدا من ولادنا مش عارفين امتى بستخدم علامات الترقيم وايه اهميتها النهاردة في الفيديو ده هنوضح كل حاجة بمنطقة البساطة بس اسمحوا لي في البداية ان انا ارحب بماي سوبر ستارز ولادي الحلوين الشطرين اللي حلو الهومورك اللي كان موجود في اخر الفيديو المرة اللي فاتت معينا احمد اوكي وكمان معينا ملك بقول لهم كيبت اب استمروا وبقول كمان لولادي الحلوين يلا حلو الهومورك اللي موجود في نهاية كل فيديو وبعتوه لي الهومورك بتاعكم وصورتكم واسموكم وانا هنزلها لكم في الفيديو اللي جاي اوكي كتبت كابتل اللي هي الاس لان هي اول حرف في الجملة فلازم يتكتب كابتل نفس الفكرة لما اقول اي ام حابي الاي برضو هنا انا كتبتها كابتل لتر اوكي دي اول حالة تاني حالة عندي للكابتل لترز ان انا بستخدم كابتل لترز لأسماء الاشخاص يعني ايه يعني اميرة مروان الي هودا زي ما انتوا شايفين كده اول حرف من اسم الشخص لازم يتكتب كابتل لازم يتكتب كابتل ممكن الاسم الاشخاص دي تيجيلك في اول الجملة في نص الجملة في اخر الجملة ما تطلق باتش لازم اول حرف منها يكون كابتل اوكي كده احنا خلاص خلطنا الكابتل لترز طب امتى بستخدم الفالسطوب بستخدمها في نهاية كل جملة يعني مثلا هي از ساد الجملة خلصت هل انا قلت حاجة بعد ساد لا مقلتش وقفت على كده علشان كده حطيت في نهايتها فالسطوب اللي هي النقطة اوكي شوفوا كده معايا الامامامال اللي جاي المثال ده اميرة ميتشيرين ايوا الجملة دي مش مظبوطة برافو عليكم زي ما احنا اتفقنا اسماء الاشخاص لازم يكون اول حرف منها كابتل لتر خلاص عدلنا الايه كتبناها كابتل جينا عندي الشرين الموجودة في الاخر احنا اتفقنا اسمه في الاول في الاخر اول حرف لازم يكون كابتل اوكي كده احنا انتهينا من الجزء ده هنا عندنا بقى الاكتيفتي الخاص بالكتاب الرئيسي في نهاية الدس هتلاقوا النشاط ده هتحلوه وتبعتولي الانسر بتاعتها على صفحات التعليمية ما تنسوش اسم الطالب وكمان صورته اوكي هنيجي مع بعض بقى للكتاب التاني اللي بيجي مع المعاصر اللي هو الانتر اكتيف نوت بوك ده هما كتابين ده الكتاب التاني الكتاب ده فيه تدريبات زيادة شوية برضو بنيجي نفتحه هنلاقي اللي هو موجود في بارت 2 بيشرح لي برضو علامات الترقيم هنا بيشرح لي امتى بستخدم الفالسطة بالنقطة وامتى بستخدم علامة الاستفهام وامتى بستخدم examination mark هي علامة علامة التعجب وامتى بستخدم الكامة وهي الفاصلة السفلية يلا بينا نشوف مع بعض طب احن دفقنا وقلنا ان انا بستخدم الفالسطة في نهاية كل جملة خدناها من شوية this is my computer خلاص الجملة خلصت فبحط فالسطة خلاص خلصت على كده طيب بحط هنا بقى question mark في نهاية كل سؤال are there any bananas السؤال خلص فبحط في الاخر question mark انا هنا بسأل تمام سهلة جدا على فكرة طب امتى بحط علامة التعجب لما اوضح او عايز اقول فيه strong feeling فيه شعور قوي جدا يعني مثلا بقول i feel happy i feel sad فبحط في الاخر علامة التعجب اخر حاجة هنتكلم عنها وهي الكامة لما بكتب لست قايمة كده فيها حاجات كتير فبحط القمى يعني مثلا we have a kitchen اوكي بعدين حطينا قمى لاننا لسه بكمل عندنا مطبخ we living room two bedrooms and a bathroom خلاص انا هنا خلصت الجملة فخلاص حطيت بين الكلمة الاولى والتانية حطيت كومة لاننا بكمل اللست اوكي هنا برضو في نهاية الشرح ده بلاقي activity مهم جدا انه لازي يحلوه تبعتولي الانسر على صفحتي التعليمية اللي موجودة بنفس اسم القناة ميسي الشايماء مونير تشكريات الخانية ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر